مما يعين في الآخرة أن يدخر الإنسان شيئا ولو يسيرا ولو ريالات معدودة في كل شهر أو في كل يوم يضعها في أيدي الفقراء فإن الإنسان ونحن جميعا ذلكم الرجل متلبس بالمعاصر لكن الصدقة تطفئ غضب الرب لكن الصدقة تطفئ غضب الرب وصنائع المعروف تقي مصارع السوء فيحفظك الله في زلاتك وعثراتك بالصدقة التي تضعها في أيدي الناس تضعها في أيدي الفقراء في أيدي المساكين ولو وضعت هذا في يد مسكين أنظر نظرة المسكين إليك فما يكون مقامك عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وهو يصيه قال ألا أدلك على أبواب الخير هي أبواب الخير كثيرة لكني أدلك على رأسها على أهمها على أجلها ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أقفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون هذه وصايا نتعلق بالآخرة